ننهى لإبقائهم على قيد الحياة كما نؤكد على أولويتنا للعمل نحو السلام وندعو للاتزام بما تقتضيه المواثيق والقوانين الدولية إن الأزمة الحالية هي نتاج تقاعس المجتمع الدولي عن إنهاء الاحتلال وإنفاذ حل الدولتين وإن السكوت عن الممارسات الإسرائيلية غير الشرائية سواء على مدار السبعين عاماً الماضية أو خلال الفترة الأخيرة هي ما أوصلت المنطقة إلى الأزمة الحالية وإننا نعيد التحذير من احتمال اتساع رقعة الصراع بما يهدد جميع شعوب المنطقة والأمن والسلم الدوليين السيد الرئيس في ظل الحصار والقتل والتهجير وتخاذل المجتمع الدولي عجزه حتى الآن عن الدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية فإننا نعرب عن استيائنا من ازدواجية المعايير والانتقائية تجاه الأزمة ونعرب عن أسفنا العميق من التردد تجاه دعم حق الشعب الفلسطيني في التمتعي بحياةٍ كريمة أو إدانة المأساة الإنسانية الحالية التي يعيشها السيد الرئيس السيدات والسادة إن حفظ السلم والأمن الدوليين يأتي في مقدمة مهام هذه المنظمة واليوم نراها عاجزةً عن القيام بدورها المناطبها مع تأخرها في التوصل إلى حلٍ يعالج هذه الأزمة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمواثق الدولية بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وكل ذلك يزعزع الثقة في آليات الشرعية الدولية ومصداقية المدافعين عنها وهو ما سينعكس سلباً على قدرتنا جميعاً على حفظ السلم والأمن الدوليين إن تحقيق ميزان العدالة يستوجب أن لا ننظر إلى الأحداث الجارية من مشهدٍ واحد ومن هنا أود التأكيد على ما ذكره معالي الأمير العام للأمم المتحدة بأن من الضروري الاعتراف بأن تلك الهجمات لم تأتي من فراغ فقد عانى الشعب الفلسطيني من احتلالٍ خانقٍ داماً ستةً وخمسين عاماً لقد آن الأوان لأن تطلع المنظمة بالمسؤوليات التي أنشأت من أجلها وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وجاداً لإيقاف قتل المدنيين العزل وإنهاء الحصار ويكفل سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من غذاءٍ ودواءٍ وما للحيلولة دون تعاضم المأساة الإنسانية ويمنع توسيع دائرة الصراع وتعريض الأمن الإقليمي والدولي للخطر السيد الرئيس تبذل حكومة بلاد جهودًا مكثفة في التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حلٍ آجلٍ وعملي يوقف النزيف ويضع حدًا للتصعيد وينهي دورات العنف المستمرة والمتزايدة وإذ نعمل من أجل مستقبلٍ أفضلٍ لمنطقتنا ونتطلع لأن تنعم بالسلام والاستقرار والتنمية فإننا نكرر مطالبتنا بدفع عملية السلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حلٍ عادلٍ وشاملٍ وإقامة دولة فلسطين مستقلة وفق حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية بما يُحقِّق الأمن والاستقرار والازدهار للجميع ختامًا السيد الرئيس إننا ندعو الدول الأعضاء رعاية ودعم مشروع القرار المقدَّم هذا اليوم والذي يصبُّه في مصلحة الأمن والسلم الدوليين